مشاهدين الكرام أرحب بكم بفقرة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية واليوم حيكون عندنا فقرات جديدة ومتنوعة وحيكون من ضمنها نجاوب على سؤال معنى كلمة أن المسيح ابن الله خلقكم معنا أحبتي في المسيح أرحب بكم مع مقطع جديد وفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة واليوم نتناول معنى أن المسيح ابن الله لمن يسمع المسلم كلمة أن المسيح ابن الله يتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه يعتقد أن المسيح هو ابن بجسد من الله بعد ما تزوج مريم وخلف منها يسوع طبعا هذا الفكر مرفوض من المسيحيين قبل المسلمين وما في مسيحي واحد في الدنيا يقبل بهذا ولكن المسلم يعتقد هذا بسبب الآيات القرآنية اللي يقرأها المسلم كل يوم وخلته يطيح بهذا الفخ مثل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنعام واحد واحد أنعام 101 يعني كيف ربنا يكون له ولد بدون صاحبة لأن المسلم يفهم كلمة ولد بالشكل الجسدي ومش بالشكل الروحي للأسف ولكن هناك استخدامات كثيرة للولد غير الولد بالجسد مثلا الولد بالتبني أو بالمجاز مثل واحد كبير يقول لو أحد أصغر منه بالسن يقول له يا ولدي وحن المسيحيين نؤمن بأننا كلنا أبناء الله وهذا معنى روحي ومش جسدي المصيب أن القرآن يكرر فكرة المغلوطة مرة تانية في سورة الجن الآية 3 لما يقول تعال جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وهذا يدل بوضوح على أن القرآن فهم معنى الإبن بشكل خاطئ طيب من جهة أخرى القرآن يتهم منه حن المسيحيين بأننا نقول أن الله اتخذ ولد وهذا الفكر خاطئ لأن المسيحي يؤمن بأن الإبن والآب والروح القدس واحد منذ الأزل ومش مثل ما يعتقده القرآن بأن الله في فترة من الزمن قرر أن يتخذ ولد من أشهر آيات القرآن اللي يستخدمها المسلمين هي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد حسب تفسير ابن كثير يعني أن الله لم يلد ولم ينولد ولم يكن له صاحبة ولا ولد فهل المسيحي يعتقد بأن الله مولود بطريقة جسدية حاشا إذن ما معنى ابن الله بالمفهوم المسيحي الإبن تعني أن المسيح آت من عند الله بمعنى الانتماء المسيح هو الكلمة والكلمة هو الله وفكره والكلمة تيسد بالمسيح يسوع والكلمة كان أصلا عند الله قبل أن يظهر بجسد الكلمة هو أصلا من كينونة الله فالبنوة سابقة للتجسد في اللغة العربية لاستخدم كلمة الابن للدلالة على الانتماء مثلا نقول فلان ابن جدة أو ابن النيل أو نقول هذا من عيال الشرفية أو فلان من عيال الصفة فهل حي الصفة مثلا هو أم هذول العيال طبعا لا المقصد أن هذول العيال ينتمون لحي الصفة وهكذا علشان كده الكتاب المقدس يقول أن المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يوحنا واحد 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 ترجمة نانسي قنقر كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر كنت تايت ولجي طريقي وبالنعمة ربي جال لبشاك لك خلاص وسلام حقيقي بي يسوع في يسوع في يسوع بي يسوع في يسوع أشكرت كل أيام يا رجايا وسلام أشكرت كل أيام يا رجايا وسلام منك راحة منامي منك راحة منامي وكل عصير بي يسير كل أعمى كل أعمى والآن أبصر سلام يفوق العجور وفرح دايم يطول بكل كلمة يقول يعزي جلبي في ظيني سلام يفوق العجور وفرح دايم يطول بكل كلمة يقول يعزي جلبي في ظيني يسوع 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 أشكرت كل أيام يا رجايا وسلام أشكرت كل أيام يا رجايا وسلام منك راحة منامي منك راحة منامي وكل عصير انت يسير كنت أعمى كنت أعمى والقاء وأبصر وأعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون وبعد ريف مديون يا حقي ونوي وطريقين وعيش لك ممنون فضلك يا فاتي الكون وبعترفنا ديون يا حقي ونوري وطريقي يا سوح يا سوح يا سوح يا سوح أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي منك راحك منامي منك راحك منامي كل عسير انت يا سهل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن وبصد كنت أعمى والآن وبصد كنت أعمى ولقيت طريقي وبن أعمى رب قال لبشر لك خلاص وسلام حقيقي بي يسوح بي يسوح في يسوح بي يسوح في يسوح أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي منك راحك منامي منك راحك منامي كل عسير انت يا سهل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن وبصد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم المسلمين والمسيحيين متفقين على عظم وقوة وقداسة السيد المسيح لكنهم أيضا مختلفين عليه في أمور كثيرة منها طبيعته وصلبه ورسالته وخلاصة وفداءه وفي حين تستخدم المسيحي الكتاب المقدس يستخدم الإسلام القرآن في إثبات رؤيته في المسيح ومرات يستخدم المنطق والتشبيه والقياس وأحيانا المستقبل كدليل إثبات على الحاضر في شكل غريب جدا من أشكال الأدلة والإقناع ومع غرابة الموضوع لكن طبعا هذا هو طرح القرآن وواجب عليك إذا كنت مسلم القبول بطرحه فمثلا يستخدم القرآن المستقبل في إثبات عدم إلهية السيد المسيح فيقول القرآن في حوار ما سيكون بين الله والمسيح في المستقبل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب في مشهد يأخذ فيه السيد المسيح دور العبد الفقير الخايف من عقوبة سيده يدافع النفس أمام المحكمة الإلهية وينكر إلهيته وطبعا يتبرأ من أتباعه ويدفع التهم عن نفسه ومع العلم إن الله يدري إذا كان المسيح قال ذا الكلام فعلا أو لا لكنه يستجوب المسيح هنا للتقليل منه وعشان يكون حجة على أتباعه وهذا الهدف الأصلي من الآية لأنه كإنه يقول إياكي أعني واسمعي يا جار إذن قرينة غريبة وحجة أغرب لإثبات رأي معين لكن لازم نصدق ولا نكون من الظلين المكذبين الموعودين بالعذاب والتنكين وما ننسي طبعا إن الإيمان بالغيب فضيلة وبنفس الإسلوب يشبه القرآن المسيح بآدم في آية لا يخلو منها أي حوار مسيحي إسلامي أبدا تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولأن الكلام في هذه الآية يطول شرحة فبيكون هو محور حديثنا في الحلقة الجاية إن شاء الله أما حلقة اليوم فبنتكلم فيها عن رأي الإسلام في رسالة السيد المسيح وسبب مجيئة للعالم حيث اختصر الإسلام رسالة السيد المسيح في نقطتين أساسيتين أن يحل بعض الذي حرم وأن يبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد فالآية تقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والآية الثانية تقول ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إذن كانت رسالة السيد المسيح بحسب المعتقد الإسلامي تحليل بعض المحرمات مثل أكل بعض أنواع الأسماك ولحم الإبل والتي كانت قد حرمت عليهم في عهد موسى وليبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد وطبعا باين هنا أن التركيز والرسالة الأساسية مش في تحليل بعض المحرمات فهذا سبب ضعيف ومش ذو أهمية لكن القصد وراء الآية هو اختصار واختزال وتحديد كل رسالة السيد المسيح وبشارته في الشهادة لصالح الإسلام لدعمه وتأكيد رسالته ومنحه امتداد إلهي فشهادة بهذا الوزن أكيد بتعطي الإسلام دفعة قوية خاصة إنه ما قدم أي شيء يثبت حقيقته لكن ما دمنا نتكلم هنا بالمنطق والمعقول فخلوني أسأل هل يعقل أن يكون دور السيد المسيح في الحياة مختصر فقط على رسالة ضعيفة ومش ذات أهمية جاي جاي بس يحل لنا ناكل ويبشر بنبي يجي بعده وأشوفكم على خير هل احتاج الله أن يرسل شخص بحجم وعظمة الشخصية وشخصية السيد المسيح بس عشان يحل أكل لحم الإبل هل يعقل أن يأتي للعالم شخص فريد من نوعه ما لا شبيه ولا مثيل ولا قرين بين كل البشر عشان يبشر في القدس بنبي يأتي بعدها بستمائة سنة في مكة في أرض غير الأرض وناس غير الناس وطبيعة غير طبيعة ولغة وحتى لغة غير اللغة وبتعاليم مخالفة تماما وكليا عن تعاليمه وين حكمة الله في ذا السالفة طيب وقتها كان النبي يحيى موجود ومتوفر ليه ما كلفت بذا المهمة البسيطة وما لا داعي أرسل النبي يحيى يشهد للمسيح عشان المسيح يشهد لمحمد يعني ذا السالفة طولت ما كان لا داعي يعني هل يعقل يولد إنسان من عذراء بدون أب فيحيي الموتى ويشفي المرضى ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتحكم في الطبيعة ويخلق العيون ويطرج الشياطين ويرسل الروح ويشبع الجموع ويغفر الذنوب بس عشان يحل البعض الذي يحرم من جدك وانتا معقول يكون من أعطى الحياة ونشر العدل والمساواة وأمر بالمحبة والعطاء وقال طوبة للودعاء والرحماء شاهد على القتل والذبح وسفك الدماء أبدا أبدا ومستحيل وحاشاك يا رب بل جئت ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ومش العكس جئت لتحيي الميت مش لتميت الحي لقد وهب الله للناس حياة جديدة في المسيح ولن يسلبه منهم أبدا مستحيل يبدل الله تعاليم السيد المسيح الإنسانية بتعاليم قاسية ولا إنسانية مستحيل يبدل الله المحبة والرحمة بالعنف والقسوة مستحيل يجي من صنع العيون والأطراف وهب الحياة مبشر بمن يقلع يقتلع العيون ويقطع الأطراف ويزهق الأرواح بل مستحيل أن يكون الرسول المرسول أقدس من الرسول لكن المسيح جاء للعالم لينشر المحبة والسلام ويبشر بالنعمة والخلاص المسيح جاء ليكون خط فاصل بعده يتغير كل العالم المسيح جاء عشان نتوقف عند حياته ولا نمر عليها مرور الكرام وعشان كذا جاء بنفسه وبكل قوته وبكل معجزاته المسيح جاء للعالم لأنه يحبك مش لأنك تحب بطنك جاء ليكون لنا نور وحياة بدأ وقد أكمل فله كل المجد والمحبة ولكم مني كل الشكر على المتابعة وتحياتي لكم وتحيات الدكتور خالد الشمري ونشوفكم في الحلقة القادمة من المجلة السعودية وفي أمان الله أترنم بمراحم الرب للبت وأعلن بثمي أمانتك من جيل إلى جيل لأنني قلت إن مراحمك ثابته للبت وقد ثبت فالسماوات أمانتك قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت وأبقي عرشك قايم من جيل إلى جيل السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب والملائكة هالقديسين بأمانتك فمن فالسما يعادل الرب ما فيه بين الكائنات السماوية من إماثله إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه من مثلك يا رب إله الجنود الرب القدير وأمانتك محيطة فيك أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتي وبدت أعدائك بقدرتك العظيمة أنت ملك السماوات والأرض بعد أنت مأسس المسكونة وكل ما فيها أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون أنت ذو القدرة العظيمة يدك قوية ويمناك رفيعة البر والقضاء قاعدة عرشك الرحمة والحق يتقدمون حضرتك طوبة للشعب اللي يستجيب الهتاف البوك فيسلك في نور محياك يا رب باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون فأنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون وبرضاك يعلو شأننا لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل ترجمة نانسي قنقر أحبتي في المسيح وصلنا الآن إلى فقرة الاختبارات وصلنا هذا الاختبار من الأخ ميم من أوروبا يقول كان جدي مؤذن في المسجد وفقيه في الدين وكان يحبني كثيرا ويأخذني دائما إلى المسجد وأنا صغير بالجزائر بلدي وقرأت القرآن كثيرا وكذلك الحديث هجرت إلى أوروبا وبعد فترة بسيطة تزوجت من بنت أوروبية من عائلة محترمة والدها طبيب أسره زوجتي مسيحيون إلى أنهم لا يذهبون للكنيسة ولا يصلون بعد شهر من زواجي دخلت زوجتي في الإسلام وحفظت كثير من القرآن وفرائد الوضوء والصوم فرحت أعليتي بالجزائر كثير بزواجي بعد سنة صرت أحلم بأن أشعر رأسي وجسمي يتساقط وعند استيقاظي أكون حزين على هذا الحلم لماذا؟ شاهدت قناة الحياة منذ 14 شهر مضت وكان نفس الحلم قد عاودنا في نفس اليوم شاهدت على القناة ثلاثة شبان من الجزائر يتكلمون بكلام جميل وقلت سبحان الله لأول مرة أسمع مسلمين يتكلمون بطريقة جميلة عن الله مما عز نفس الحزينة أقفلت التلفزيون فورا عندما تفاجأ بأنهم يتكلمون عن المسيحية وقلت في نفسي أهناك مسيحيون جزائريين وعدت نفسي أن أشاهد هذه القناة ألا أشاهد هذه القناة مطلقا تكرر الحلم والحزن وصرت عصبيا مع زوجتي وأولادي وتسألت لماذا يعاقبني الله وأنا قد أدخلت زوجتي في الإسلام بعد شهور فتحت على قناة الحياة فرأيت الشغيخ ومعه الشاب يتكلم عن الرسول وعلى القرآن كلام أقول كل الحق صدمني وقفلت القناة بعد أسبوع عدت للقناة مرة أخرى فضطنت لكن قلت في نفسي لازم أشاهد برنامج فتلك الليلة خرجت كلمة من الشيخ بعد العدم لا ينفع الندم صممت على المتابعة فبدأت أسمع أشياء عجيبة تحطمت تحطمت نفسيا لما سمعته يقول لا تلغي عقلك فكر هل القرآن كلام الله وتحدست بإسهاب طلبت من المكتب أن ترسلي نسخة من الكتاب المتقدس إلى بيتي خشت أن يراني أحد الأصدقاء ممسكا به توقفت عن الصلاة الإسلامية ودوامت على قرارة الكتاب المقدس متعجبا من نظافة الكلام وسهولة الفهم ولأول مرة في حياتي أسمع يسوع المسيح دخل كلام الرب وانغرس في قلبي فأجاءت كل العائلة زوجتي ووالدها بأني منذ الآن صرت مسيحين فرح أبو زوجي أما زوجتي فقد دهشت فقلت لها منذ اليوم لازم أن تتغير حياتنا تماما واشتريت لها الكتاب الذي حرمت منه لأكثر من عقد من الزمان فلما رأته بكت سألت عن سببك فقالت أثناء كل صلاتي ليس هناك شيء في القرآن مما يجعل روحي قريبة من الله لكن حبي لك هو الذي أعماني عن ربي يسوع المسيح بكيت بكاء كثير وأحسست بأني كنت مذنبا في حق نفسي وزوجتي وأولادي بعد أيام رأيته في المنام أني أشعر ليس هناك الشخص على وجه الأرض يملك مثله وصبحت أنام مثل الطفل وفتحت لي كل الأبواب آمين الرب يباركك يا أخ مين ويستخدمك لمجد اسمه لعله خير كل الأمور تعمل لخير الذين يحبون الله مثلك ومثل زوجتك وهي بقرارة نفسها تحب الله لكن هي يمكن أسلمت زي ما هي قالت هنا بالاختبار عشانك عشان أنت يمكن شكلك ضغط عليها واستخدمت أي شيء عشان تأسلمها ولكن المحبة زي ما يقول الكتاب المقدس لا تفشل آمين الرب يستخدمكم يستخدمكم كعائلة قوية في مجد اسم الله في البلد التي تتخدم فيها بالمسيح يسوء آمين أحبة المشاهدين وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة أصلي لرب أن تكونوا استفدتم وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في رعاية المسيح إلى اللقاء اشتركوا في القناة